هل نعيش وحدنا على هذا الكوكب؟ اسمحوا لي أقولكم أننا مش لوحدنا لكن معانا وحولنا وعلينا وكمان جوانا بلايين من الكائنات الحية الدقيقة أو المايكروبات مش بنشوفهم ولا بنحس بيهم لكنهم موجودين لكن لا داعي للقلق أو الخوف لأن من غير الكائنات دي لن نستطيع الحياة على هذه الأرض عايزين تعرفوا ليه؟ وإيه الكائنات دي؟ يلا بينا نجهز المايكروسكوبات ونسافر سوى العالم تاني خالص عالم المايكروبيولوجي عالم مليان بكائنات غريبة عجيبة تتجلى فيها قدرة الخالق هكون معاكو في الرحلة دي إن شاء الله أنا الدكتورة إيمان رجب الشيحي استشاري المايكروبيولوجيا الطبية والمناعة يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم المايكروبيولوجي السلام عليكم ورحمة الله يلا بينا نكمل جولتنا في عالم المايكروبيولوجي وندخل في عالم المايكروبيات ونتعرف على البيئة اللي بيعيشوا فيها وإيه العوامل اللي بتأثر عليهم وعلى نموهم سلبا أو إيجابا وإزاي بيتكيفوا مع البيئة اللي بتحيط بيهم وإزاي بنقدر نتعرف على المايكروبيات دي في المعمل ونشخصها ونعرف أشكالها عشان لي لو كانت باسوجينيك أقدر إن أنا أتعامل معاها وأتخلص منها يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه هي العوامل اللي بتتحكم في النمو بتاع المايكروبيات أول حاجة فيه definition في تعريف لازم نتعرف عليه كلمة niche يعني إيه niche يعني قدرة المايكروبيات إنها تتكيف مع الهابيتات اللي هي البيئة المحيطة بيها وبما إن اتكلمنا على الهابيتات والبيئة المحيطة يبقى أنا كده بتكلم على أي حاجة موجودة في الانفيرومنت حوالينا يبقى أنا فيه عندي انفيرومنتال فاكتورز بتأثر على الجراس أو مايكرو أرجانيزم وبتأثر على الفانكشن أوف متابوليك إنزامز بتاعته إيه هي العوامل الانفيرومنتال فاكتورز دول عندنا فيه التامبريتشر اللي هي درجة الحرارة الأكسجن ريكويرمنت والبي اتش والأزموتك بريشور اللي هو الضغط الأسموذي والبارومتريك بريشور اللي هو الضغط الجو كل دول عوامل بتؤثر على النمو والمايكرو أرجانيزم فلازم نتعرف على كل نوع من أنواع المايكرو أرجانيزم بتحب إيه من العوامل دي نتكلم الأول على التامبريتشر أي فاكتور من العوامل اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بيبقى عنده ثلاث مناطق منطقة القليلة والمنطقة العالية والمنطقة المتوسطة بالنسبة للتامبريتشر أول حاجة عندنا فيه المينمم تامبريتشر يعني هي يعني هي دي اسمها المينمم تامبريتشر دي عندي في المقابل فيه الماكسمم تامبريتشر وهي الهايس تامبريتشر دات ترميت المايكروبيا الجراس عن ميتابوليزم يبقى في المقابل عندي الهايس تامبريتشر احنا الكورف اللي عندنا دوت بيكلم على الماكروبيا الجراس وعلى التامبريتشر هنا فهنا دي المينمم تامبريتشر وهنا دي الماكسمم تامبريتشر عندي بقى حاجة اسمها الأبتمام تنفتشور دي دي الأبتمام تنفتشور يبقى هي نسب درجة حرارة بتقدر كل نوع من أنواع المايكرو أرجنزم تعيش وتتقاثر وتعمل العمليات الحيوية بتاعاته يبقى أنا لو عايز أتعامل مع مايكرو أرجنزم وأزرعه مثلا في المعمل أو أخليه ينمو يبقى لازم أعرف إيه هي الأبتمام تنفتشور اللي هو بيحب يعيش فيها عشان أوفرها هم إيه بقى أنواع التنفتشور بتاعتنا دي بنقسم المايكروبات على حسب درجات الحرارة الأبتمام اللي هي بتحب تعيش فيها عندي في حاجة اسمها سايكروفل زي ما تعودنا كده إن احنا عندنا أي كلمة في الإنجلوش كبيرة بنبتدي نقطعها ونعرف كل مقطع فيها معناه إيه علشان أقدر أفهم معنى الجملة لو جينا هنا سايكروفل دي معناها إيه كلمة سايكرو معناها كول باللاتيني وفلز معناها لوف يبقى أي كلمة آخرها فل معناها المحب أو لوفرز يبقى سايكروفل يعني المحبين للكول للمحبين للبرد يبقى المايكرو أرجانزم اللي بتحب تعيش في بيئة بردة درجة الحرارة فيها منخفضة يبقى اسموهم سايكروفل مايكرو أرجانزم The optimum temperature below 15 يبقى أحسن temperature عندهم اللي أقل من 15 أعلى من كده هيموتوا وكاببل تجرو at zero degrees centigrade يعني لو وصلت درجة الحرارة لصف يقدرهم يعيشوا ودي زي ما تكلمنا في أول محاضرة وقلنا إن إحنا في عندنا مايكروبات بتقدر أو بكتيريا بتقدر تعيش في الجليد في القطب الشمالي والجنوبي البكتيريا دي هما اللي اسموهم سايكروفل المقابل عندنا نوع من البكتيريا اسمها ميزوفل برضو ناخد المعنى إيه كلمة ميزو النص الأول اللي هو ميزو معناه middle في النص وفل يعني love يعني دي البكتيريا المعتدلة اللي بتحب تعيش في النص درجة حرارة مش عالية قوي ولا ولا يلا قوي يبقى الoptimum temperature بالنسبة لها من درجة حرارة 20 إلى 40 والميزوفل دول أغلب الميكرو أرجنازم اللي بتعمل infection للهيومن لأن إحنا طبعا عارفين إن درجة حرارة الإنسان بتبقى 37 درجة مئوية فدي optimum temperature إن أغلب الميكرو أرجنازم الباستوجينيك مايكرو أرجنازم تعيش تقدر وتعيش إنها تعيش فيها وأهلا درجة حرارة حتى والإنسان دوت لو جالوا فيفر أو سخنية أو حاجة بتبقى 40 و 41 بالكتير فحتى في درجة حرارة العالية دي هيقدر برضو الميزوفلك مايكرو أرجنازم إنها تعيش جوه جسم الإنسان وتستمر فيه إنها تسبب المرض عندي النوع الثالث حاجة اسمها thermofil واضح طبعا من الإسم بتاعها كلمة thermo يعني hot وفل يعني love يبقى المحبة لدرجات الحرارة العالية بالنسبة لدول الأبتمام سوري الأبتمام temperature بتاعتهم بتبقى أعلى من 45 واحنا برضو في أول محاضرة قولنا إن في بكتيريا كتير بتحب درجات الحرارة العالية لدرجة إن في بكتيريا بتقدر تعيش جوه البراكين فدول كده الموست ثيرموفيليك بكتيري الصورة دي يعني قومك ظريف بيبين التالت أنواع بتوع الميكرو أرجنازم أكوردينج للأدابتيشن للتمبرتشر السايكروفال أهاب في أول درجة الحرارة إنها بتحب الكولد يبقى كولد لوفينج مايكروبز اللي بتعيش في درجة حرارة أقل من 15 وممكن توصل to zero degree الميزوفيل اللي هو المودرت تامبرتشر لوفينج أرجنازم اللي بتعيش أبتمام بتاعها من 20 ل40 ودول أغلب الباسوجينيك يومن مايكرو أرجنازم والنوع التالت اللي هم الثيرموفيل ودول الهيت لوفينج مايكرو أرجنازم ودول اللي بيعيشوا في درجة حرارة أعلى من 45 ده كده بالنسبة للتمبرتشر والجراف ده برضو بيبين لنا الكلام ده الجزء الأولاني اللي بيحب يعيش دي هنا كده درجة الحرارة في أقل درجة حرارة دول اللي اسمهم سايكروفال الميدل اللي هما درجة الحرارة المتوسطة دول اللي هما الميزوفيل وعندي درجة الحرارة العالية اللي هما الثيرموفيل ودرجة الحرارة العالية جداً اللي هي الاكستريم ثيرموفيل بتعيش درجات حرارة عالية جداً زي ما قلنا في جوة البراجين كمان وده هنا الكيرف اللي بيقول إن في عندي حاجة اسمها minimum temperature و maximum temperature والoptimum temperature بنيجي الـ environmental factor تاني اللي هو الـ pH الـ pH majority of microorganisms grow at pH من 6 لـ 8 إحنا عارفين إن الـ neutral pH بيبتدي من سبعة قبليه بشوية وبعديه بشوية ده النورمر range بتاع الـ neutral pH نحن عندي بكتيريا بنسميها obligate acidophil كلمة obligate يعني إجباري يعني ما تقدرش تتخلى عن الموضوع ده واسيدوفيل زي ما اتفقنا acidophil يعني love يبقى البكتيريا دي بتحب الـ acidic pH اسمها الكالينوفيل واللي بتعيش في الـ acidophil واللي بتحب الـ neutral pH المتوسط اسمها neutrophil نيجي بقى للـ oxygen الـ oxygen requirement بتاعة الـ microorganisms بنقسم الـ microorganisms بتاعتنا أو البكتيريا بتاعتنا according to the oxygen requirement aerobic bacteria أو anaerobic bacteria aerobic اللي بتحتاج الأكسوجين utilize oxygen and can detoxify it يعني مش toxify يعني تسبب التسمم وD يعني النفي حرفين D-E-Dolat لما يدخلوا على الكلمة معناها عكسها يبقى D-Toxify يعني تمنع التسمم يبقى البكتيريا دي لو اتعرضت للأكسوجين مش هيحصل لها تسمم لأنها عندها انزيمات بتقدر أنها تتعامل مع الأكسوجين ده اللي هم أنواع الـ aerobic microorganisms اللي بيعيش وبيحبوا الأكسوجين أول حاجة حاجة اسمها obligate aerobic وإحنا لسه قاعدين دلوقتي كلمة obligate معناها إجباري يعني دول لازم ولابد يكون الأكسوجين موجود ولو مش موجود هيموتهم يبقى can't grow without oxygen يبقى لازم يبقى الأكسوجين موجود عشان الـ obligate aerobes تقدر تعيش النوع الثاني جروب كبير جدا من المايكرو أرجانزم اسمهم facultative anaerobic facultative يعني اختياري المجموعة دي بتيوتيلايز الأكسوجين but can also grow in its absence يعني دي مجموعة ظريفة جدا الأكسوجين موجود هتعيش الأكسوجين مش موجود هتعرف تتكيف وتغير الماثود of respiration بتاعتها وتقدر تعيش برضه ودي برضه دي أغلب المجموعة دي اللي بيبقى فيها أغلب الباسوجينيك مايكرو أرجانزم اللي بتإنفكت الـ human يبقى facultative anaerobic بتعيش في وجود الأكسوجين ولكن في عدم وجود الأكسوجين بتقدر إنها تتكيف وتعيش برضه يعني بتعيش في وجوده وعدم وجوده في نوع الثالث اسمه micro aerofil micro يعني too small زي ما قلنا micro organism micro يعني صغير قوي ويرو يعني air يعني oxygen وفل يعني محب يبقى المايكرو ايرو فل معناها micro organism require only a small amount of oxygen يبقى هي بتعيش في وجود الأكسوجين بس ما بتحبش high oxygen content بتحب درجة أكسوجين كمية قليلة من الأكسوجين يبقى دول المايكرو أرجنازم اللي يقدروا يعيشوا في وجود الأكسوجين obligate rope لازم وجود الأكسوجين فكلت تبقى ايروب بتعيش في وجوده أو عدم وجوده ومايكرو ألفلك يعني بتعيش في وجود نسبة بسيطة من الأكسوجين في جروب تاني اسمه anerobe an يعني نفي no وايروب يعني أكسوجين يبقى الانيروبic organisms دول المايكرو أرجنازم doesn't utilize oxygen يعني ما يقدروش يعيشوا في وجود الأكسوجين لازم الانفايرومنت اللي هم عايشين فيه يبقى خالي تماماً من الأكسوجين والأكسوجين بالنسبة لهم بيبقى تاكسك وبيموتهم جروبس دول بيشملوا إيه أول حاجة عندنا obligate anerobe يعني الانيروب اللا هوائي الإجباري obligate دول like the enzyme that detoxify الأكسوجين so can't survive in oxygen environment دول ما عندهمش الانزايم اللي بيكسر الأكسوجين أو السمية بتاعة الأكسوجين فالأكسوجين بالنسبة لهم يعتبر مادة سامة فممكن تموتهم فدول اسمهم obligate الانيروبس يعني ما بيحبوش الأكسوجين خالص ووجوده بموته هناك نوع تاني اسمه aero tolerant aero زي ما اتفقنا يعني air يعني oxygen وكلمة tolerant يعني يتحمل أو يستحمل يقدر يعيش فيه يبقى أي حاجة هنلاقي أي كلمة أخرها tolerant يعني إن الكائن الحي ده بيتحمل البقاء في الجو ده يبقى air tolerance anerobe doesn't utilize oxygen يبقى زي كل الانيروبس ما بتستخدمش الانيروبس ومش بتحب تعيش ما بتحبش الانيروبس يعني الاختيار الأمثل بالنسبة لها عدم وجود الانيروبس طب في المقابل لو الانيروبس كان موجود it can survive and grow in its presence يبقى مش بيموتها زي obligate الانيروب لا هي بتتحمل وجوده يبقى air tolerant هي لا تستخدم الأكسجن مش بتحب مش محتاجا ولكن في وجوده تقدر تعيش ومش بيسبب لها الوفاة الفيجر ده حلو قوي زريف وبيبين لنا أشكال الأنواع المختلفة بتاعة الأكسجن ريكوائرات أول واحد طبعا دي دي تيوب وفيها البراص فيها الليكويد ميديا اللي بيعيش فيها المايكرو أرجانيزم والنقط دي عبارة عن الجراس أوف مايكرو أرجانيزم والأنبوبة دي بنسيبها مفتوحة معرضة للهوا وبيجي أشوف البكتيريا عاشت في أنهي منطقة التربديتي زايدة وكتيرة في أنهي منطقة من مناطق الأنبوبة طبعا المكان اللي فوق المعرض لسطح الأنبوبة ده أكتر مكان موجود في الأكسجن لأن الأنبوبة مفتوحة ومعرضة للجو الخارجي وإحنا نسبة الأكسجن حوالينا في الهوا كبيرة جدا فأول نوع اللي لاقي المايكروبيا الجراس متكون أكتر حاجة ومتجمع تحت سطح على السطح خالص تحت فتحة الأنبوبة يبقى ده اسمه أبلجيت يروب اللي هو يحتاج نسبة كبيرة جدا من الأكسجن وما يقدرش يعيش في عدم موجود الأكسجن عشان كده الأنبوبة تحت اللي هي بعيدة عن الأكسجن ما فيش فيها جراس أو مايكرو أورجانيزم طيب الفكلت طيب أنيروب اللي هو الاختياري بتحب الأكسجن وبتعيش في ووجود الأكسجن عشان كده الجراس اللي فوق عند فتحة الأنبوبة كتير ولكن عدم ووجود الأكسجن مش بيموتها بتقدر تعيش فيه برضو بس بدرجة أقل عشان كده هنا الجراس كتير وتحت فيه جراس بس الجراس أقل طيب نيجي للنوع التالت يعني ممكن أديكم فرصة أنتوا تقولوه النوع التالت الأنبوبة بتاعتنا اهل لو جينا بصينا على السورفس من فوق هل فيه جراس لا فيش جراس يعني المايكرو أورجانيزم اللي فوق هنا مات طيب تحت حصل إيه فيه جراس يعني معنى كده أن المايكرو أورجانيزم ده مش بيحب الأكسجن وبيعيش في عدم وجود الأكسجن وكمان الأكتر من كده أن وجود الأكسجن بيموته يبقى معنى كده أن دول obligate أنيروب دول أنيروب إجبالي ممنوع وجود أي زرة أكسجن في الميديا بتاعته المقابل الصريح اللي دي دي obligate ايروب كله عايش فوق ودي obligate أنيروب كله عايش تحت بعيدا عن السطح طيب عندنا ال ايرو tolerant أنيروب لو شايفين الأنبوبة هتلاقوها موجودة في كل حت يعني هي هي أنيروب تحت هنا بتحب تعيش أكتر تحت في الجزء أنيروب بس في وجود الأكسجن في جراس بس جراس أقل شوية يعني مش بيموتها يعني بتتحمل وجود الأكسجن طيب هنا ده ده مش عايش تحت يبقى هو مش أنيروب وفي المقابل مش عايش تحت السطح على طول يبقى هو مش obligate أنيروب هو عايش في منطقة بعيدة عن السطح إيه المنطقة دي اللي بيقل فيها نسبة الأكسجن اللي داخل جوه الأمبوبة يبقى دي الجروب بتاع المايكرو ايروفيلك اللي بتحتاج كمية وليلة من الأكسجن يبقى هي بتعيش بعيد شوية عن سطح الأمبوبة خلصنا الأكسجن نيجي لفاكتور تاني اللي هو الكربون دايكوسايد السي أو تو كل المايكروبز بتحتاج جزء من الكربون دايكوسايد فور دير متابوليزم علشان الإنرجي بتاعتهم والميتابوليزم بتاعهم بتقدر المايكروب دا يعيش بتحتاج نسبة معتدلة من الكربون دايكوسايد أنا عندي بقى مجموعة تانية من المايكرو أرجانيزم اسمها كابنو فل نفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها كابنو يعني كربون كابنو فل هي المايكرو أرجانيزم اللي بتحب وجود الكربون دايكوسايد يبقى دول بيحبوا كونسنتريشن عالي من الكربون دايكوسايد داي جروب باست ات هاير سي او تانشن دان نورمال بريزنت ان دا اتنوسفير يبقى انا عشان ازرع الكابنو فل مايكرو أرجانيزم عندي في المعمل لازم اوفر لهم نسبة عالية جدا من الكربون دايكوسايد اعلى حتى من النسبة اللي موجودة في الاتنوسفير خيب نيجي للأزموات التشير اللي هو الضغط الأزموزي اللي هو تركيز الأملاح على طرفي في الوسط اللي البكتيريا دي عايشة فيه يعني ايه هايبوتونيك او ايزوتونيك كلمة تانيك اللي هو الاؤزماتيك بريشور وهايبو يعني قليل وايزو يعني معتدل يبقى بعد اغلب المايكرو ارجانيزم بتحب الاؤزماتيك بريشور المتوسط اللي هما الايزوتونيك او ان هو يكون مائل اكتر الى القلة يعني هايبوتونيك برضو في المقابل عندنا مايكروبس اسمها هالو فل فل زي ما اتفقنا لوف وهالو يعني سولت يعني املاح يبقى الهالو فلك مايكرو ارجانيزم هي مايكرو ارجانيزم that require a higher concentration of salt يبقى البكتيريا اللي علشان تقدر تعيش لازم اعلي في الميديا بتاعتها نسبة salt concentration اسمها هالو فلك مايكرو ارجانيزم اي نوع تاني اسمه ازمو tolerant مفروض مفروض انتو اللي تقولوها بقى كلمة tolerant زي ما قلنا قبل كده معناها ايه معناها ان هو بيتحمل واظمو يعني ازمو تبريشر يبقى معنى ازمو توليرانت انها بتتحمل الا ازمو تبريشر يبقى الميكرو ارجانيزم دول don't require a higher concentration of solute but can tolerate it when it occur يبقى هي مش بتحب مش زي الهالوفيلك بتحب high salt concentration لا هي ما بتعيش عادي hypotonic او ايزوتonic بس الفرق في الاسمو tolerant انها لو زاد salt concentration هي مش هتموت هتقدر انها تتحمله يعني بتتحمل tolerant بتستخدموش مش بتموت في وجوده ولكن تتحمل البقاء في وجوده يبقى لو زاد في الميديا بتاعتها الاسمو بريشر هتقدر برضو انها تعيش دول اللي اسمهم اوزمو tolerant هل عيش وحدنا على هذا الكوكب اسمحول يقولكم اننا مش لوحدنا لكن معانا وحولنا وعلينا وكمان جوانا بلايين من الكائنات الحية الدقيقة او المايكروبات مش بنشوفهم ولا بنحس بيهم لكنهم موجودين لكن لا داعي للقلق او الخوف لان من غير الكائنات دي لن نستطيع الحياة على هذه الارض عايزين تعرفوا ليه وايه الكائنات دي يلا بينا نجهز المايكروسكوبات ونسافر سوى العالم تاني خالص عالم المايكروبيولوجي عالم مليان بكائنات غريبة عجيبة تتجلى فيها قدرة الخالق هكون معاكم في الرحلة دي ان شاء الله انا الدكتورة ايمان رجب الشيحي استشاري المايكروبيولوجي الطبية والمناعة يلا نبدأ رحلتنا في عالم المايكروبيولوجي